اهلا بكم في قناتي توتي فودي النهاردة هعمل معكم طاجن الكوارع في الفرن هنعمله مع بعض بطريقة بسيطة جدا وسهلة اتمنى تشوفوا طريقتي ولو عجبتكم تجربوها هنبدأ على طول اول حاجة ونسلق الكوارع بتاعتنا عملت معكم فيديو من كام يوم سلقت الكوارع هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق اللي يحب يشوف طريقة سلق الكوارع بالتفصيل والشربة الدهبي بتاعتها تعالوا مع بعض نبدأ اول حاجة هنعملها بعد ما غسلت الكوارع بخله ملح ولمون واسيبها تتصفى كويس جدا في حالة مليانة مية هنزل الكوارع واول ما تغلي هشيل الوش بتاعها واسيبها تغلي لمدة عشر دقايق وبعد كده هتطلحها من المية وحطها في مية نظيفة في الحالة هحط معلقة زبدة او سمنة صغيرة او اي مادة دهنية وهضيف التوابل صحية مش مفرومة عشان ما تغمقش لون الشربة ارفة وحبهان ورق لورة ورونفل فلفل اسود هديهم تقليبة يتحمروا دقيقتين مع الزبدة او السمنة وهضيف عليهم بعد كده الخضار اللي متقطع تماطم بصل جزر واخر حاجة هضيفها نص معلقة توم مفروم عملته معاكم في فيديو قبل كده في صندوق الوصفة هسيبه لكم للي حب يشوف طريقتي في حفز التوم ازاي يعد شهور على رف التلاجة من غير ما يطلع ريحة ولا يغير لونه وهنزل الكوارع بعد ما التوم خد تقليبة هقلبها مع الخضار وكل التوابل والتوم وهضيف عليهم المية وهسيب لكم في صندوق الوصف شربة سلق الكوارع ازاي تطلع دهبي عشان ما طولش عليكم الفيديو ونروح على طول دلوقتي نعمل الصلصة بتاعة التاجن اللي هنحط فيه الكوارع في معلقة زبدة أو سمنة هننزل بسلطين كبار مفرومين او متقطعين زي ما تحبه هقلبهم كويس جدا لحد ما يسفروا وهنزل عليهم فلفل حراء شطة للي بيحب الفلفل المشط شط وهضيف عليهم اخر حاجة معلقة توم وقلبهم كويس جدا وهنزل كوباية عصير طماطم وكوباية من شربة الكوارع الدهبي اللي هسيبها لكم في صندوق الوصف تشوفوا عملتها ازاي نحط التوابل ملح قرفة حبهان معلقة سكر مهم جدا مع الطماطم هقلبهم كويس وبعد كده في الطاجن اللي هشتغل بيحط الكوارع من تحت او الصلصة من تحت واغطي الكوارع من فوق بالصلصة زي ما تحبوا تحطوها زي ما تحبوا تعالوا نشوف دلوقتي شكلها عامل زي بعد ما استود وجميلة جدا تعتبر كل المكونات بتاعتنا مستوية هنحطها في الطاجن وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 هتقعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة لغاية ما تاخد لون هنغطي الوش بتاعتها بالصلصة وهنحط الفلفل عليه من فوق وهنطلحها من الفرن اول ما انطلحها من الفرن هنكون مجاهزة لها طشة التوم دي معلقة زبدة او سمنة صغيرة او اي مادة دهنية عليها نص معلقة توم هقلبها فيها كويس جدا واول ما تبدأ تصفر هضيف عليها معلقة من الكزبرة المطحونة هقلبهم كويس جدا مع بعض واول ما طلع الطاجن من الفرن هحط عليه طشة التوم وبكده نكون عملنا مع بعض طاجن الكوارع بالتوم هسيب لكم في صندوق الوص طريقة شربة الكوارع الدهبي وكمان ازاي بحفظ التوم على رف التلاجة بالشهور من غير ما يغير لون ولا يطلع ريحة وصفة النهاردة خلصت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشترك في القناة تضغطوا لايك تبعاتوا الفيديو لأهلكم وأصحابكم بحبكم جدا جدا ونشوفكم في فيديو جديد ربنا معاكم سلام